استعنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب باجتماعتها لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية وخلال الاجتماع استمعت اللجنة إلى كافة المقترحات ورؤى سواء المقدمة من النواب أو الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع كما ناقشت جميع المقترحات للوصول إلى صياغات المحكمة تعزز من الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات كما استنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتنوله البعض من إدعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين هذا ووفقت اللجنة على خمسمائة واثنتين مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية